شاد أن محمد رسول الشريكة وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أصره الله بدين الحق بشيرا ونديرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه أو كما قال رسول الله يعني هذا الحديث الذي روي عن رسول صلى الله عليه وسلم وهو أن الرسول عندما يخير بين أمرين من الأمور وهذين الأمرين كلهما داخلان في الشريعة الإسلامية لكن لكن واحد منهما أيصر وواحد منهما أشد فعلى واحد متشدد وواحد سهل فلما كي يجيه هذا الأمر يجيه رسول الله يعني يخيه يجيه رسول الله هذا أو لا هذا هذا العمل أو لا هذا العمل مع أن هذا العمل وهذا العمل كلهم لهم نصوص في الشريعة الإسلامية فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار الأيصر من الأمور الرسول ما كنت يخيير بين جديد حويش كي يختار ذلك السهل كي يدير ذلك الحاجة التي هي سهلة ولكن من شرط أن هذه الحاجة السهلة لا تكون مخالفة للدين ما لم يكون ذلك السهل إثما فإن كان ذلك الأسهل إثما كان أبعاد الناس يعني لماذا؟ لأن الرسول كان مشرع في الأمور ذي رسول الله عليه وسلم كان يعني يبين للأمة اليسر في الدين لأن كلما شدد الإنسان على الناس في دينهم كلما بعد الناس عن الدين وكلما سحل الإنسان المسلم على المسلمين في الدين كلما اخترب الناس من دين الله سبحانه وتعالى خصوصا في عصرنا اليوم العصر اللي كان عيشوه هذه المغريات دا الشعواء دا الملدات دا المحارمات كثيرة ها دا الطرق دا الشيطان كثيرة صباحة اليوم معنا كنتجرب المؤمنين كيف حنا كمسلمين أننا ندعو الناس إلى الله ونسهل دين الله على الناس وكيف وكيف نحبب الناس إلى الله ونحبب الله إلى الناس هذا هو اللي يخسر لي لأن صباحة الأمر صعبة ما تشدد على الناس كذلك حرام حرام كل مشكلة فالناس النفوز ديال للناس تنفر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته صلى الله عليه وسلم مبنية كانت دعوته مبنية على اليسر وعلى البساطة وعلى يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم يختار الأيصر من هذه الأمور طبعا لأن المكان قدرت التاريخ لكثير من العلماء الذين قلزوا في الفقه في الفتوى كانوا يفتون للناس باليسر ولكن كانوا يأخذون أمى بالأحواط الفرق بالأحواط وباليسر هو في نفسه يأخذ بالأحواط يعني يتشتل على نفسه في بعض الأمور ولكن الناس أو عامة الناس يفتن بما ده باليسر لماذا لأن الفقه كما قال الأوزاع رحمه الله إنما الفقه شكونا هو الفقه هو الذي يعني فقه في الرخصة أنه يختار الرخصة ويفهم الرخصة ويفتي بها للناس أما التشدد فيحسنه كل أحد يعني التشدد كلش الناس يحسنون يقولك حرام سهلا ولكن الفقير هو الذي يسعد الدليل أنه يفتي للناس بالرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الله يحب أن توت رخصه كما يحب أن توت عزائمه إن الله يحب أن توت رخصه كما يكره أن توت معاصيه هذا هو الأساس في الدين أن يحب أن يصنع النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاد ابن شبل وأبو موسى الأشعر إلى اليمن ماذا قال لهم الرسول ماذا قال لهما رسول الله قال لهما صلى الله عليه وسلم إنكما ستأتي قوما أهل كتاب الناس يهم عنهم كتاب هو التوراة من شيء أن اليمن كان تذهي فقال له ستأتي رسول الله فادعوه من الإسلام أول شيء فادعوه من الإسلام فإنهم أجابوا لذلك فأعلموهم أو فأعلم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوا لذلك فأعلموهم أن الله عز وجل افترض عليهم شهر رمضان فإن هم أجابوا لذلك فأعلموهم أن الله افترض عليهم زكاة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياكم وكرائم أموالهم الحديث طويل لسنا رسولهم أنا الحديث مش كنا نستبدو منهم أيها الحباب أن الرسول مرسل هؤلاء هذين الصحابيين الجليلين إلى اليمن أقول الإسلام مئة في المئة لا طب طب وحدة وحدة أول حاجة توحيد أنهم يعرفون كلمة توحيد لا إله إن الله ولم يعرف كلمة توحيد لا إله إن الله معناه ينتقلون إلى الصلاة ومن الصلاة ينتقلون إلى الصيام ومن الصيام ينتقلون وهكذا دوالي وهنا أقول لك إخص نحن اليوم في الدعوة إلى الله أننا ننسل دين الله عز وجل لا يمكن أن نجعل الناس سواء كيف كيف ليسوا هؤلاء لو ليس المسلمون سواء معناه لا يستوى القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيم درجات منه ونفرة ورحمة حتى في التساوي واحد إسان قديم واحد إسان جديد واحد إسان خلف الإسلام مدة ما ما يمكن شيء أبدا يكون الناس سواء وهذا كي يحتاج لمن يحتاج أيها أحباب ما يسمى بفقه الإقلاع الفقه فقه الإقلاع معناه الإقلاع مشيء الحفص الإقلاع منين قلوا منين نبدو معناه الناس كيف قد يبدو هذه الأمة هذه حتى تصوي هذه الأمة كلها في دين الله عز وجل هذي يحتاج للعلماء باش يبهموا الناس ويفتهموا الناس كما قلنا باليسر باش يبتشدوا كلما يكونوا عمرين اختاروا يعني عصراء هما الأسهل لا يا عَلَا لأن الإسان الذي يعيش في أوروبا ماشي هو الذي يعيش في بلاد الإسلام الذي يعيش في أوروبا كما شاكتين قواني على هنا حفكه مع غير المسلمين يشتغل عند غير المسلمين في." يعني يباح لهذا الإنسان المسلم الذي في أوروبا ما لا ي transitور أميس دولة إسلام لأنها لك بلاد الإسلام دولة إسلامية أخرى ولكن هنا عن الاقل هذا المسلم يبقى يقول لا الهي طب نصور. اذا احنا هذا المسلم يبقى يقول لا يحفظ عن الصلاوات. يعني والاركان دي الاسلام هذا شيء جميل. مغاليش يمكن ابدا ديروه بحل جهاز اخرى. لا يمكن. وهذا ما يقصنا فقه. يعني ما يسمى بفقه الواقع. وفقه العقليات. او فقه الموازنة. او فقه يعني المآلات. هذا يحتاج ايها الحباب. اذا علماء اللي يشرحوا هذا المسائل باش يمشوا الناس شوية شوية حتى يبقوا الناس كلهم حافظين على الدين ديرو. حتى العلماء قديما يجعلوا. وقالك الانسان اذا واحد دخل الاسلام مثلا. في شعبان. ووصل عليه شهر رمضان وخصوصا رمضان جاي في الجويغة. او ولا يستطيعوا ان يصوب. ان يقدرش يصوب. مش انه ينكر السياه. وانما لنفسيته انه كبرة تابعة لنفسه وهواه. صعب جدا لك انا مسلم. لا اقولوا لا ولكن هاد العام لا استطيع. فغاليش يقول لي انت ما سمشه لك خارج من الاسلام. لا انا رك مسلم. والحمد لله تسأل الله عز وجل ان يهديك. واذا تصمت هاد العام عشرية. يسأل العام الاخر 27. والعام الاخر 25. وهكذا حتى يستطيع ان يأتي برمضان كامل. لان هذا الاسلام ما تسووش بحاوة عن الاسلام الكبر بلا الاسلام. من الصغادين وهو يشتهد على نفسه. هذي ضروري ايو الاحباب باش نفهم هذي هذي المسائل باش نحافظه على الدين يعني. فقه التسير ضروري في حياتنا. اما فقه التشدد فلا مجال له في المجتمع الاسلامي. انك تشدد على الناس في دينه. وتحكم عليهم بما ليس فيهم. هذا لا يعني ليس من الفقه. ولذلك ظهرت مدارس فقهية. يعني في عالم الاسلامي كله. سواء المدهب الحنفي والمدهب الشافعي والاغرهي. المدهب المدهب المالكي. يعني غرب الاسلامي هو كان فيه. المالكية كانوا فيه. انت بست مدهب. فضحر هذي الفقه ايو الاحباب لأقليات. انهم يحاضوا على الدين. احنا اليوم ما نحسنه. ايش نقول لك الحسن هو التشدد. اما حرام ولا كافر. كلمة حرام هذي. اي جوز الانسان مش يقولها ابيه. الا الشل حول الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب. لا يفلحون. متاع القليل. هذا ما يجوز ايو الاحباب. ان الانسان عنده. بساطة في العلم. وربما لا يفهم اللغة العربية ويصبح يفتير الناس. والانسان لم يفهمش اللغة العربية ما تقولش في الفرنسية ما تقولش ما يمكن ابدا يستطيع الانسان ان يفتير الناس وهو لا يفتير اللغة العربية. لان عندما تطلق كتبة كلمة وقف. هذا الوقف عنه مصطلحات. الوقف في القرآن معناه انك تقف عند رأس الآيات. الآية. والوقف عند الفقهاء هو انك توقف ارضا او بيتا او اذا. على المسجد او على كده. فهنا هذا المصطلح يحتاج منه الى العالم والفقيل. انه يبين هذه مصطلحات. اما الذي لا يحسن اللغة العربية فكيسمع كلمة وقف. يمكن يطلقها على كل المسائل. هناك هي المشكلة. فلا يجوز ايو الاحباب ان يقرأ الانسان كتيبا صغيرا. احنا من المناسبة احنا ما كالمخصوح تبجي كتاب. لان كل كتاب لا يخلو من فائدة. ولكن على الاقل الذي يريد ان يفتير الناس. فلا يمكن ان يقرأ كتيبا صغيرا. ويصبح يفتير الناس. لانك عندما قرأت كتيبا صغير فقرأت وجهة نظر واحدة. ولكن عندما تقرأ الفقه كله امهات الكتب. فيصبح عندك المان باقوان العلماء والفقهار والمحددين. وتصبح عندك انك تعرف الراجح من المرجوح خاص من العام. والمقيد من المطلق والمفهوم من المنطوق. وتصبح عنك يعني وصول فقهية. وتعرف المجتمع الذي تعيش فيه. وتستطيع في هذه الحالة ان تصدر. لما اذا لم يكن الانسان اي احباب عنده هذه الاشياء. فلا يمكن انك تقرأ كتاب لجهة محبوب. محبوب. محبوب وخلص وتطلق العظوم عن الناس بان هذا هو القول الصحيح. ولا. اصحاب رسول الله قد تفرقوا. اصحاب النبي تفرقوا في الدنيا كلها وان قالوا حديث رسول الله. ولذلك الامام مالك رحمه الله في حياته عندما كان هارون الرشيد امره ان دون كتابا في الحديث. اول كتاب دون من تكتفيه الحديث دين رسول هو كتاب موطة دين الامام مالك. بعمر من الخليفة دين المسلمين هارون الرشيد. امر مالكا ان يكتب كتابا في حديث رسول الله. ربعين سنة. ربعين عمش بعد كتابا. ولما جمع هذا الكتاب لهو الموطة. قال له هارون الرشيد يجب ان نجعل هذا الكتاب في الدنيا كل يعني. اخلاص اصبح هذا الكتاب هو الذي يدخص. فامام مالك ما قبل منه هذا الرشيد. قال ابدا. لا يمكن ان يكون رأيي وفكري وهذا الكتاب هو الوهيب. لماذا? لان اصحاب رسول الله قد تفرقوا. ربما يكون عندهم احاذيث لم تبلغني. ربما يكون احاذيث لم احفظها. ربما تكون احاذيث لم اسمحها. فما قبل هارو عن الامام مالك ان يكون كتابه هو المهم يدرس ويصبح هو اعلى. ولو كان العالم اليوم قيل له اخصي كتاب للمدره وقرر من جامعاته لفرح. وخلاص قالهم حين يكوش الكتب غيديا لبقت واللقى. لتقى. لكن الامام مالك ما قبل ابدا. هناك يخصي العباد. تقى. التيسير اننا نحفظ على نحفظ ديننا ونحفظ اسلامنا. يعني نسي يعني نيسر للناس في الامور طبعا. في الامور اللي مشيحة. عنك يجي واحد يساي يقولك التيسير. وما عليش حيني شوية الخمر. شوية ما كي مشكلة. واحد نهار تلعب التيرسي واحد نهار ما كي مشكلة. لا. الحلال بين. والحرام بين. وبينهما مضور المشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استرع لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كم راعي حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محاربه. الا وان في الجسد مضغى. اذا صلوحا صلوحا الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القن. محرمات اللي حرمها الله بينها. لكن محرمات لما نقرنها بالمحللات. الحرام قليل. جدا. معنا الشي اللي حرم الله عز وجل لما نحسبوه. معنا قليل. والشي اللي حل لنا الله عز وجل كتير. وهذا الشي اللي حل الله عز وجل ما نديروش حرام. ما نخلطوش بالشبه. ولا بحاجين نخلوه ونضيقوا عن الناس. الله سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله. التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لما جوا على الصحابة مش يحرم على فوص شيء. يعني سألوا عن عبادة رسول الله قال اين نحن منها. قال احدهم اما انا فاصوم ولا افتر. وقال التاني اقوم ولا انا. والتالي قال لا اتزوج النساء. خبروا. النساء. قال لهم اما اني اخشاكم لله وانقاكم. لكنني اصوم وافتر. واقوم انام. واتزوج النساء. هذه سنتي. فمن رغب عن سنتي. فليس بالمين. النجو الصحاب والحرم الحاجر هي مباحة. فلذلك كلمة حرام ما يجمس الانسان انه يطلقهم. لان عندما تقول حرام فانك تنوم عن الله. المفتي معناه المفتي. ما هو المفتي؟ المفتي هو الذي يوقع عن الله. ولذلك الامام بن القيم عنده كتاب اسمه اعلام الموقعين. اعلام الموقعين. الموقعين هم العلامة. الذين كانوا يوقع لانه يقول قال الله قال رسول الله. فانت عندما تفتي فانك توقع عن الله عزيزي. سني. وهذه السنيتور هذه. واش في مكانها ولا في غير مكانها؟ هناك الانسان. الله اهدنا جميل. قلتوا لهذا واستغفروا الله. لي ولكم ونساء المسلمين. استغفروه وانتغفروا الله. بسم الله وكب لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله عليه وسلم. الس percent of the center السنى صلى الله عليه وسلم Budflamin قال Sohè الذين كانوا يرحموا الله خالفскую د GIRالي صلى أغفروا الله. كال رسول الله كانوا في نفس 거 ينزلésus صلى الله عليه وسلم اضفروا الله الجمعا. عندما كان يوجد أشياء العديد و أشياء الأشياء ومثلت هذه الأشياء التي تكون محقاً سيدة الدكتور محقاً فقط سيدة الدكتور إلى أرض أن كان محقاً وأن كان محقاً سيدة في الأشياء سيدة الدكتور كان من أولاً محقاً كل ما يفيازها ف abdomen تعالى كان لطيف لطيف ورطيف لطيف أعطاء Erde اعطاء الله لا تشغل لطيف الكثير من العالم أو تعالى وألا تشغل لطيف عندما تشغل لطيف كثير من العالم فى الرجل سوء سبحانه الله في سبحانه الله في نزائج المنزل كل مجموعة كل مجموعة من نجمع إلى لحالة فإننا نسيشد للتوارج إلا قبل ان نسيشد الله سبحانه الله ايه بخير هل يجب أن نسيشد افعالي الله من أفلت كل مجمع لديد طلاب 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 لديد طلاب هذا صحيح كلنا فيه تعويق يحفظ كما تفضل تفضل توجد على رسولة تجنعوه سيحفظ منجل اعطم وان يده سيخط على سلم هذا حالة حالة الأول تستمر لك تعالى 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 هذا حالة تعالى تعالى إليه اذا لعبير التالي فهي لا يوجد ميطوك فيه يوجد سيكتب أعلم التواصل الطريقة الذي يُسارىه أعجب فيتخل هذا في وجه فهي لا يوجد أعجب فهي لا يوجد أعجب يوجد أعجب سيطرت كل أعجب أن يوجد تلك فهي تمونا وان يوجد كل مو يفرروني تحرام يفرروني الهالهahan يفرم يفررونه كل م�� يفررونه لكن هو في هذا الغد يفرغل يفررونها وضعه الله و конфرصة ومسكرة في هذا المدان يقول الله لأيب أن يداد فلأيب أن يحسن السعودة كم يتشفون أنه يسروا سمس رغم ذلك كان بالخبيت الله يسروا سلم يعني بزنطني من الجبل إنه لماذا يمانه لماذا معينه في شمال ليس جنوب المساكرة ويكنون يعني أبداء أبقيهم أن يسمع ثم إذا استطوروا فتح 2006 تعقم بالمعارض لهم وقالون النساء فهو تخلص الشماء على علاقة المكسر يمكن أن تشتري القناة إلى العلم ولكن هذا يمكن أن نظر في الحديث لكن هذا الذي يمكننا القناة أنه يقول الولايات المنزلة على الإسلام لاحقا لم يجب الأمر أن يواجه لإسلام لأمره لا يجب أن يسمح بإداء الله في أول الفيه أنه يقول المجرد للأمول Bunun ما سيودعه؟ اذا سيقول ن rolling الشهر لكن ذنبعه في الالدىاء يحتاج الى الناガوة الحسنك لما تعجل الى الان يجعل الاج helfen للعج losing سنبعه لنتمعnn لمه loss نعم تعبيرегда يشhourي Spec000 يدعى الأحيانة بطبيعة المستخدمة وخدختة المنجنicle يكبرون من يدعوحون ومن الغوارات الشركة ومن المنزل يدعوحون كذلك قد يكون فائدة من يناول ومن فررخات لفمن فالتي يدعو حلقة لدييمة لإستيقاء منذ مهروع . الموضوع التذير . الذين يذبون يتعرون على تهجبهم وذلك يمجزه إلى المقوقع للمرمضان أعطيه أنه ، وقد كان يوم السهرة إلى المدنة وقت في العيزة هو البدرية وسببه هم لا يمكنه فى القدسة المقوقع لم يتمله فى النجوان ويقفونه لا يمكنه تذكره يقولون بشعوب الناس لا يمكنه نقول انه قد لا تستعبت أنه قد لا يمكنه على امر اصعره لأنه لقد ما تفعله هو سيارة النابل ما فضلك فبتح في لجنه دي يوم والن هيئة بعده جميعه ون هيئة بعده فرشه والن هيئة بعده جميعه لكني أن أعلاه فرعو المتكورد فرعو المتكورد فرعو المتكورد هذه مثل هذه المعبنة فيرو كتر لها المتكورد فيرو كتر يمكن أن نبراه لاجه لن توقع وأرده كما يدرون تسيقق العقومة المعرفونا فرصة لا تسجلي لذلك سحرة معاً محنت جيدة حالة قطعة نسيطة نسيطة ونسيطة نسيطة نسيطة لا يقول فرصة أنهم يعرفون لذلك وفراء ونسيطة تصري يقول لذلك لذلك هرام لا يعني الى الامل لم يثقب فصل على متعلق سواء موجودة سواء في التنية في الدوري سواء الجهة قمت بإمكانه نعمل لا يعني توظيق كرها ممنون لا يعني أيضا أقرب أطوح احاول اطلق ليس للمسته لا يعني لا يتذيق لا يعني تسمع أطلق الرد يريد لا تريدون سيكون لا تريدون سيكون وتتريفين سيكون 你''on ne peut pas se permettre de lire un petit-livre et donner des avis juridiques. Pourquoi ? Parce que ce petit-livre que la personne a lu, dans ce petit-livre, elle ne va lire qu'un point de vue alors qu'il y a d'autres points de vue des jestem IT qu'il faut connaître. Et que cette science, que la science de l'islam, elle est beaucoup plus vaste que ce petit-livre que la personne a à lire. Et ça regardez même les compagnons qui se font en argent . quand ils se sont propagés dans le monde entier, عندما نسأل لهم والإسلام ولكن ان نسأل وقتهم في العالم تلك المترجمة من النار فهل تلك الدولة لماذا يحصل الى مرادة لك يتنبع كتنم عمت وألغاية الدولة جاهرة عندما يتوقع ما يمتقايق والادئيس المسلمان لهذا المال المسلمين وقال عالمون مطلقة تنسأل ليلة اخر ستخدمة للعقاء لماذا يعتقد أنه كيف يعتقد أنه يحبون مطلقة ليلة كل التحارة وهم يعتقد أن الإمام مليك في حقيقة الكريم يعتقد أنه هو سيئس من أول مطلقة قال il s'est dit que les compagnons se sont propagés dans le monde entier et il est fort possible que je n'ai pas pu recueillir tous les carriques du Prophet il a revenu que son livre soit une référence pour le monde regardez aujourd'hui si on proposerait à un écrivain ou à un savant que son livre soit publié soit imposé dans toutes les universités ça le rendrait heureux, il serait plus content mais l'imam Malik, rachimah Allah c'était le contraire donc mes chers, mes chères sœurs, on doit faciliter aux gens, on doit faciliter دعوة because عام مرتفع أمر ينطرح لا ينطرح أمر يعتاد يجب أن يحف합 ينطط يجب أن يبال ينطرح يعني أن لا يجرب أمر بعد لا يجب أن يستعمل سيكش سيطرح نستمر لا ينطرح أمر سيسط دعوة ينطرح ينطرح سيطرح أمر ينطرح ويسيد ينطرح كعام مرتفع أعلى يستخدم إلي الأعراضي وتخلص ميداً ومن فيديو خطف الغداء يجب أن تجربين ومن فقط يجب أن يزحوه ومن أن يجب أن يزحوه ومن أن ي akhirل فيهم ويجب أن يحفوه أعشر أربع ويجب أن يحفوه وخرى سوق السوق في دؤية ومن قبل التى عندما يحفوه ومن ثلاثاً أن يجب أن يحفوه وفي كلي ما يحفوه موسى اصلاً لا نزيل أحسن من الصحة دمنا أجب أن أتصل لك وإن تريد أن أجب أن أقل به أسفل رؤون في تصنعه أسفل في قبل وطبا سيدة قال تعالي خوالعالي قال أُقل لديك العزدي أَن عبارة أَن أَن جَأْ وَيَن أَن جَأْ خَلَ أَن جَأْهُ أَن جَأْتَ أَن جَأْتَ أَن أَن لله بالإعادة يجب أن يسلسل مع جدًا لجمعنا الجانب في نهاية أوليك على القناة لجمعنا الجانب ويسكنني أولفاد فالجمعنا الجانب فالجمعنا جدًب وأحواه التفابق والسلام الله أوليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إلى شريكنا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله بدين الحق بشير ونذير وداعيا إلى الله بإذنه والصراج المنير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وإذنتنا وولاة أمورنا اللهم اختم لنا بخاتمة للسعداء اللهم ارفع مقتك وغضوك عن المسلمين اللهم ارفع مقتك وغضوك عن المسلمين اللهم إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من خليط طلبنا فأقبل الله بوجه الكريم علينا ولا تخيف فيك رجاءنا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ارحمنا ورحم والدينا ورحمتنا والصحياءنا ورحم العلمنا ورحم شيوخنا ورحم سبقنا من إيمان وحمد فضلك جميع مسلمين ومسلمات المؤمنين والمؤمنات الحياة من المنوات لك سميع قريب وشيء من دعوان وحمد صلي على سيدنا محمد وذكار سورك الكريم وعلى أهل وصل بيه وسلم سليم صور آن وذكار من رزة عما يسكون والسلام وحمد صليم وحمد الله وعلى أهل